موسيقى مشاهدنا الكرام أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 200 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا هذا العام إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط فيما قضى أكثر من 2500 آخرين في رحلة العبور من بينهم 880 في الأسبوع الماضي المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين قال إن العام الحالي يبدو دمويا بشكل خاص مع مقتل أكثر من 2500 شخص في الأشهر الخمسة الأولى منها مقابل 1800 شخص في الفترة ذاتها من العام الماضي اليوم في ملف لنقاش نسأل عن أسباب تصاعد موجة الهجرة السرية من الساحل الليبي في اتجاه أوروبا عن قدرة حكومة الوفاق الوطنية الليبية على مواجهة تدفق المهاجرين عن الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية لاستمرار أزمة الهجرة عبر المتوسط وعن تعاطي الدول الأوروبية مع هذه الأزمة بداية نتوقف مع محمد برويس في هذه الشاشة التفاعلية عند بعض المعطيات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية انطلاقا من الساحل الليبي حياكم الله تحول الساحل الليبي من جديد إلى منطلق لمحاولات الهجرة غير القانونية في اتجاه أوروبا فقد رجحت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن يكون أزيد من سبعمائة مهاجر قضوا غرقا في المتوسط في طريقهم إلى إيطاليا الأسبوع المنصر في ثلاث حوادث غرق اكتنفتها ظروف إنسانية مأساوية كما أفادت بذلك شهادات بعض الناجين وتقول المنظمة الإنسانية إن الوضع يتسم بالفوضى وعدم توفر إحصائيات دقيقة عن أعداد القتلى والقوارب لكن تقارير أشارت إلى رصد نحو سبعين زورقا مطاطيا وعشرة مراكب خلال الأسبوع المنصر مستفيدة من تحسن الأوضاع المناخية وتعد هذه الموجة امتدادا للأزمة المستفحلة منذ سنوات في منطقة المتوسط والتي تركزت خلال السنوات الأخيرة بين ليبيا وإيطاليا فطبقا لأرقام الأمم المتحدة حاول أكثر من 34 ألف مهاجر العبور من ليبيا إلى أوروبا منذ مطلع العام الجاري فضلا عن إبحار 150 ألف مهاجر من السواحل الليبية في اتجاه إيطاليا العام الماضي وحاليا تقدر الدول الأوروبية المرشحين للهجرة إلى أوروبا من ليبيا وحدها بمليون شخص عمليات خفر السواحل الليبية تبدو عديمة الفائدة في مواجهة مهربية المهاجرين وإفشال محاولات العبور من السواحل الليبية لتتوالى الدعوات من أجل التدخل الأمني لمكافحة الظاهرة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن عن عزم بلاده إرسال سفينة حربية أخرى للمساعدة في عمليات التصدي للهجرة السرية قبالة السواحل الليبية فضلا عن عدة سفن بريطانية أخرى تعمل في المتوسط هذا في وقت دع فيه رئيس الحكومة حكومة الوفاق الوطنية الليبية فائز السراج دع الاتحاد الأوروبي إلى تدريب قوات البحرية الليبية فيما قال مبعوث حكومي إن ليبيا لم تدعو أي سفن أوروبية للدخول والعمل في المياه الإقليمية الليبية وقد انتقل ثقل أزمة الهجرة من تركيا إلى ليبيا بعد الاتفاق الهش الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع أنقرة ويواصل المهاجرون من بؤار التوتر في الشرق الأوسط وأيضا من دول إفريقية عدة يواصلون التدفق على ليبيا التي تعاني فراغا أمنيا منظمة الهجرة الدولية ذكرت أن 60 ألف مهاجر عبروا من دول غرب إفريقيا إلى ليبيا بغرض الهجرة في الفترة بين شهري فبراير وأبريل من العام الجاري وتمر معظم المسالك مسالك الهجرة من منطقة أجديز في النيجر وصولا إلى ليبيا هذه المسالك انتعاشت بسبب انخفاض كلفة الرحلة إلى ليبيا والتي تقدرها المنظمات المهتمة بما بين 90 و 345 دولارا لمناقشة محاوري هذا العدد يسعدنا كثيرا أن الصديفة هنا في الأستجو الدكتور عبدالواحد أجمير مساء الخير دكتور مساء الخير الدكتور عبدالواحد أجمير مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات أهلا وسهلا بكم يسعدنا دائما أن يكون معنا الأستاذ عبد الحميد الباشوقي خبير في شؤون الهجرة أهلا وسهلا بكم دكتور معنا مساء الخير وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من باريس مصطفى طوسة وهو صحفي مغربي مقيم في باريس وخبير في القضايا الدولية أهلا بك زميلنا مصطفى نبدأ معكم دكتور عبدالواحد أجمير لماذا تصاعد واتيرة الهجرة من السواحل الليبيلان هو أمر طبيعي بسبب تفاقم الأوضاع ليس فقط في ليبيا وإنما بلدان الجوار التي تنطلق منها هذه الهجرة لا ننسى بأن ليبيا لها حدود مع ستة بلدان ولكن الأغلبية يأتون من النيجر ومن التشاد وهي حدود وهمية تقريبا لا توجد حدود وفي ظل الانفلات الأمن حيث لا توجد دولة مركزية في ليبيا يتم الدخول بسهولة إلى ليبيا ولكن كذلك الخروج بسهولة لأن سواحل ليبيا هي 1700 كيلومتر ويستحيل مراقبتها وبالتالي هناك هذا المشكل هل تعتقد أن الأمر يستحيل مراقبتها أم لا يراد لها أن تراقب؟ في الوقت الحاضر من الصعب أن تراقب في الوقت الحاضر هناك حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لا تستطيع أن تراقب لأنه إذا استمعنا إلى تقارير الأمم المتحدة فهي تقول بأن 46% من سكان ليبيا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية هناك حوالي نصف مليون شخص يستعدون للعبور ولكن هذا فقط جزء من المشكل جزء آخر من المشكل هو ما يسمى بسلسلة المنادات وهنا اسمح لي أشرحها بسرعة للمشاهد الكريم كانت هناك محاولة في شهر أكتوبر الماضي أن تتدخل سفن الابتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية الليبية لمراقبة شبكات تهريب البشر فالمجلس الأمن رفض ذلك والحكومة الليبية كذلك رفضت الأمر وبالتالي ماذا يحدث الآن فهذه السفن أسطول الاتحاد الأوروبي يتحرك في مياه الاتحاد الأوروبي وفي المياه الإقليمية ولا يستطع أن يصل إلى المياه الليبية وبالتالي فكل من يعبر المياه الليبية عشر كيلومتر تقريبا يصل إلى المياه الدولية يجب إنقاذه فهناك الاتحاد الأوروبي له مروحيات تراقب المياه وبالتالي كل سفينة أو كل زورق يوجد في المياه الدولية أو مياه الاتحاد الأوروبي يجب أن تقدم له المساعدة لأن هناك مروحية تعطي إشارة للأسطول فالأسطول يتقدم مباشرة وبالتالي ينزل زوارق فتأتي بهؤلاء وتحملهم في هذه السفن الحربية وينقلون إلى أقرب ميناء وهذا يجب أن نوضحه لأنه القانون الدولي قانون البحار يقول بأن إذا كانت هناك سفينة جانحة وبالتالي فتنقل إلى أقرب ميناء في أوروبا فهي الموانئ الإيطالية وهنا تبدأ مرحلة أخرى إذا شئت نتحدث عنها فيما بعد هو الإطار القانوني أما الآن هؤلاء يشجعهم هذا الوضع والأرقام الآن مهولة لاحظ بأن عدد الذين ينتقلون يوميا من ليبيا إلى إيطاليا هو ألف شخص ألف شخص يوميا لاحظ أنه يوم 27 مي نعم كان يوم معبر جدا في هذا اليوم تم غرق ثلاثة سفن سفينة فيها خمسمائة شخص هؤلاء ماتوا ولكن المهم أنه كانت هناك عشرين عملية إنقاذ يعني أربعة آلاف شخص وبالتالي أرقام مهولة وهذه السياسة التي حاولت الاتحاد العوربي من خلالها أن تضبط الهجرة بالعكس في نتائج معكوسة وهي أنها رفعت من وطيرة الهجرة إلى الضفة الأخرى طب هي رحلة هجرة ولكنها بالمقابل رحلة عودة كذلك دكتور رحلة عودة إلى أين؟ إلى المكان الذي انطلقت منه أو على الأقل كذلك أم لا؟ في الحقيقة أن الموضوع الأزمة هي أزمة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية والمأساة تجاوزت الحدود المقبولة ولو أن أي مأساة لا يمكن أن تكون لها أي حدود مقبولة 80% من المهاجرين الغير النظاميين الذين يصلون الآن إلى أوروبا يمرون عبر ليبيا ثلاث مصادر رئيسية معروفة مناطق تنطلق منها الهجرة نحو ليبيا منطقة القرن الإفريقي منطقة الساحل الإفريقي ومنطقة الشرق الأوسط هذه هي المناطق التي تصدر عبر مجموعة من الطرق معروفة بشكل دقيق المهاجرين الغير النظاميين وبتدخل وعمل مباشر لمافيات تتوزع على هذه الطرق يعني من السودان إلى النيجر إلى بولكينفاسو إلى كل الدول التي عبرها تمر قوافل اللاجئين أو المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بالإضافة كون الوضع الليبي وضع ليس فقط مهتز أمنيا بل تكاد تكون غائبة الدولة إلى الآن رغم حكومة وفاق الوطني الدولة الفاشية تسمى بالدولة الفاشلة أو في غياب الدولة ليس هناك قدرة حقيقة لكن المعطى المهم في هذا أن ليبيا لم تكن اليوم فقط مصدرا للهجرة بل كذلك في عهد القدافي كانت مصدرا للهجرة وكانت ميليشيات الصحراء تتم أو يمولها نظام القدافي آنذاك لضبط الهجرة أو فتحها في إطار مفاوضاته مع أوروبا وكانت الدول الأوروبية معروف أن الدول الأوروبية كانت تعرف بكل هذه الحقيقة طبعا هنا هي ورقة مناورة كانت ورقة مناورة وكان هناك نوع من الأخذ والرد والإرشاء المتبادل بين الدولة اللي بياندك والوحدة الأوروبية لكل مصلحته مستفى توسى هل الوصول إلى أي ميناء من أوروبا يعتبر خلاصا أم كيف يتم تعامل مع هؤلاء الواصلين يعني يعتبر خلاص نسبي لأن هؤلاء المهاجرين عادة ما يكونوا قد أتلفوا أوراق تعريفهم ويصعب على هذه الدول الأوروبية لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية فهناك عدة مسترات وقوانين ترغم الدول الأوروبية على أخذ بعيدا اعتبارها تواجد هؤلاء ومنحهم بطريقة أو بأخرى نوعا من اللجوء حتى ولو كان مؤقت على أراضيها أنا أريد أن أعود إلى فكرة أساسية وهو لماذا الضغط الآن على البوابة الليبية لسببين بسيطين ويمكن أن نلخصهما في نقطتين النقطة الأولى أن البوابة البلقانية تم غلقها بطريقة واضحة منذ عدة أشهر والبوابة التركية تم ضبطها وممارسة عدة قيود عليها عن طريق هذا الاتفاق التاريخي الذي وقعته دول الاتحاد الأوروبي مع انقرة لذلك كل الضغط يمارس حاليا على البوابة الليبية وكل شبكات تهريب البشر تستغل هذا الفراغ الأمني الذي تعاني منه ليبيا في غياب سلطة موحدة ومركزية في غياب دولة ليبيا تستغل هذا الفراغ لكي تصدر هؤلاء البشر إلى دول الاتحاد الأوروبي النقطة الثانية التي أريد أن أذكرها في البداية وهو منذ عدة أشهر كان هناك اهتمام مأساوي بين قوسين للأوروبيين والرأي العام الأوروبي بهذه الأرقام المهولة التي تأتيهم عن طريق هؤلاء المهاجرين لكن لسوء الحظ الآن وكأن الرأي العام الأوروبي تعوذ بطريقة حتمية وقدرية على مواجهة مثل هذه الأرقام المهولة والآن بالرغم من هذه الكوارث الطبيعية بالرغم من أن المتوسط يتحول يوميا إلى مقبرة عملاقة لهؤلاء اللاجئين فذلك لا يتصدر حاليا العنوين الرئيسية لوسائل الإعلام الفرنسية وكأنه قدر يجب قابوله بطريقتنا أو بأخرى وهناك الآن عدة طرق ومحاولة تفكير ما هي أنجع الحلول التي يمكن تقديمها لمعالجة هذه الأزمة التي تعاني منها ليبيا وتعاني منها شمال إفريقيا طيب اليوم هناك حكومة وفاق وطني في ليبيا هل لها من الآليات ما يسمح لها بمواجهة هذه الظاهرة؟ لا البت الحكومة يعني هذه أظن حكومة على ورق وليس حكومة في الواقع وبالتالي فالاتحاد الأوروبي يجد صعوبة حتى في التخاطم معها إذا استمعنا مثلا إلى الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي يقول أنا أريد أن أساعد حكومة فايز شراز ولكن هي لم تتقدم بطلب هذه الحكومة تعيش مشاكل داخلية كبيرة وهناك فصائل في ليبيا تسهل مرور المهاجرين السريين لتظهر للرأي العام الدولي بأن هذه الحكومة غير قادرة وبتالي فاقد الشيء لا يعطيه هذا أمر مستبعي أريد فقط أن أسوقفك وأقول أنا فايز سراج طالبة بتدريب الوحدة الليبي هذه المطالبة تعود إلى سنة 2013 في سنة 2013 الاتحاد الأوروبي وقع مع ليبيا اتفاقية سمية اتفاقية فرص البحر الأبيض المتوسط وتحدثت ليس فقط عن تدريب عن مساعدة لخفر السواحل ولكن كل هذا يفتقد إلى الواقعية ولكن هذا ليس هو الحل الاتحاد الأوروبي نفسه لا يعرف ما هو الحل أمور معقدة إذا استمعنا إلى خطاب رئيس الحكومة الإيطالية مات يورينزي الأسبوع الماضي يقول أشياء غير منطقية يقول كما وقعت اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا نريد اتفاقية مع ليبيا هذا بعيد جدا هذا أمر مستحيل لماذا؟ الأخ سمصطفة تحدث عن اتفاقية التي وقعت بين تركيا والاتحاد الأوروبي هذا مستحيل مع ليبيا لماذا؟ لأن في ليبيا لا تجد حدود برية في الضفة الأخرى تم إغلاق طريق البلقان تم إغلاق الحدود بين اليونان وتركيا ببنود واضحة وشوك واضحة لأن هل ستغلق طريق البحر؟ هل ستضح حاجز في البحر؟ هذا أمر مستبعد وبالتالي الاتحاد الأوروبي نفسه الأمور غير واضحة بالنسبة له طيب الاتحاد الأوروبي فعلا أستاذ باجوقي ضد الهجرة أم ضد نوع خاص من المهاجرين؟ الاتحاد الأوروبي أعتقد أنه يتخبط في اختلافات عميقة ربما للمرة الأولى تهدد حتى استمرار تنفيذ مجموعة من اتفاقيات الأساسية والمحورية بالنسبة له كاتفاقية شينغن طيب هل دول الاتحاد الأوروبية في هذا المجال على قلب رجل واحد؟ كيف على قلب رجل واحد؟ هل تتفق في محاربة الهجرة؟ أم هناك دول تحتاج للمهاجرين ربما بتصلها كفاءات معينة بتكلفة ربما تصل إلى السفر؟ لا شك أن الوحدة الأوروبية لازالت ودول الوحدة الأوروبية وخصوصا بعض الدول الغنية منها لازالت تحتاج إلى يدعام إلى كفاء لكن هذا ليس هو الموضوع الموضوع الآن هناك أزمة حقيقية هناك تدفق هائل غير مسبوق نحو الوحدة الأوروبية بشكل غير منظم ويخيف الدول ويخيف الحكومات وطرح إشكالات حقيقية منذ البداية المبادرة الإيطالية مثلا سنة 2013 كانت ما يسمى بمشروع أو مخطط مارينوستروم بحرنا لخفر المياه الدولية وانتشال المهاجرين إلى آخره لكنها لم تستمر وأوقفت العمل بهذا المخطط لأن دول الوحدة وخصوصا دول أوروبا الشرقية وبعض الدول التي كانت تختلف ولا تريد أن تساهم بأي شكل من الأشكال لماذا؟ لأن هناك إشكال حقيقي ليست هناك سياسة موحدة أوروبية وليست هناك رؤية موحدة أوروبية نحو هذه الأزمة لأن المصالح مختلفة؟ الدول التي تعاني والتي هي في الواجهة كإيطاليا مثلا أو كليونان من جهة أخرى أو مقدونية الآن التي أغلقت حدودها بالأشواك بشكل نهائي هي التي تطرح هذه المقترحات بحدة وفي المقابل الدول غير متضررة لا تريد أن تعرف شيء عن الموضوع بل حتى على مستوى التوزيع مشروع توزيع المهاجرين بنسبة متساوية أو متساوية حسب قدرة كل دولة لم يتم العمل به ليومين هذا بل أكثر من هذا المشروع الثاني أو العملية الثانية التي تم فيها مضاعفة هذه الإمكانيات أو ما يسمى بمشروع تريطون الذي تم تجهيزه بمجموعة من المروحيات وستبا وآخر وطائرات إلى آخر لا يشتغل الآن بالشكل المراد ولا يشتغل بالشكل الكافي لأنه ليس هناك اتفاقا حقيقيا حتى تفعيل اتفاقية دوبلين الثالثة لحد الآن هناك إشكالات حقيقية في تفعيلها وأضيف هذا الموضوع الآن بعد توقيع الاتفاقية أنا في نظري مخجلة مع تركيا لأن تركيا لا تضمن نهائيا وبتاتا احترام حقوق الإنسان وعدم تسليم المهاجرين أو اللاجئين السوريين إلى سوريا بل هناك حالات تم إثبتها أن مهاجرين سوريين أو لاجئين سوريين تم إرجاعهم إلى سوريا الآن في الاتحاد الأوروبي هناك أصوات تطرح توقيع اتفاق مع الاتحاد الإفريقي لإشراك الدول الإفريقية علما بأن توقيعه مع ليبيا تقريبا مستحيل لا يمكن أن يعطي أكله أو يمكن أن يستفيد منه فطرح توقيعه مع الاتحاد الإفريقي وربما لاحقا مع دول شمال الإفريقية هناك لقاءات وقمم أوروبية أنت تغطيها مصطفى توسى وكل مرة مواجهة الهجرة غير الشرعية هي في مقدمة وفي رأس الأجندات المشتركة لكن هل فعلا مواجهة هذه الظاهرة هي أولوية بالنسبة للدول الأوروبية نعم أولوية الدول الأوروبية في هذه الأثناء هي محاربة الهجرة السرية وأيضا محاربة الخطر الإرهابي الذي يهدد هذه المناطق ولا ننسى فقط من أن السيناريو الأصلي الذي كان كتب لليبيا ومر عبر مفاوضات الصخيرات المغربية أنه يتم إنشاء حكومة وحدة وطنية يقودها فايز السراج يعود إلى ليبيا يوحد جميع الفصائل ويوحد جميع الطيارات السياسية في ليبيا بما في ذلك برلمان طبرق وحكومة طرابلس ومن ثم يطلب من المجموعة الدولية تدخلا عسكريا لمحاولة القضاء على داعش هذا السيناريو لسوء الحد لم يتحقق حتى الساعة فايز السراج فشل في توحيد القوى السياسية الليبية رأينا مؤخرا الجنرال خليفة حفتر الذي لا يريد أن يبايع بين قوسين حكومة الوفاق الوطني ولا يريد أن ينضم إلى هذه الجهود الوطنية المحمية دوليا في محاربة الإرهاب ومن ثم هذه الحكومة لم تستطع توجيه هذا النداء الدولي والمجموعة الدولية بقيت مكتوفة الأيدي رسميا بدون أي غطاء شرعي بدون أي دوء أخضر شرعي للتدخل لمحاربة داعش لذلك هناك معلومات حاليا تروج في وسائل التواصل الاجتماعي وتروج لها بعض الوسائل الفرنسية مفادها بأن هناك قوات خاصة فرنسية تحارب في الميدان تحارب سرا في الميدان داعش لأن القناعة الأوروبي حاليا تقول بأنه إذا أردنا أن نغلق هذا الباب باب الهجرة السرية من ليبيا فهناك شرط ضروري وهو اجتتات داعش من ليبيا والقضاء على داعش كيف القضاء على داعش؟ القضاء على داعش عبر توحيد الليبيين وهذا مشروع سياسي فشل فيه فشلت فيه حتى الساعة المجموعة الدولية عطفا على ما قال مصطفى هل الهجرة الشرعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالإرهاب؟ لا 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 ليس فقط الإرهاب الهجرة السرية بدأت قبل الإرهاب الآن نتحدث عندما نتحدث عن الهجرة هناك خشية من أن يتسلل الإرهابيون كذلك ويقول أن أموال الهجرة الشرعية كذلك تساهم في تمويل الإرهابيين إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ لا خليني أستاذ جوهراء أوضح قليلا الموضوع هناك الإرهاب وهناك الهجرة الاقتصادية وهناك اللجوء الهجرة السرية هذه أشياء ثلاثة مختلفة عن بعضها بالنسبة إليك منفصلة؟ نعم هي تصب في بعضها ولكن الإرهاب الذي يهاجر هو غير اللاجئ هو غير الذي يهاجر بأسباب اقتصادية وأخلي أشرحها بسرعة فيما يتعلق بالإرهاب الآن في الوقت الحاضر في ليبيا يوجد بين أربعة آلاف وستة آلاف داعش وكلما تم تضييق الخناق على داعش في العراق وسوريا ازداد الثقل في ليبيا هناك من يتحدث عن نقل الزعامات نقل القيادة مباشرة إلى ليبيا غير مستبعد والآن هناك قيادات الآن إذا توقفنا عند تقرير صدره مؤخرا نشره داعش يقول بأنه سيغرق أوروبا وأنه سيصدر حوالي 500 ألف مهاجر سري يدخل في إطار الحرب النفسية لا تنسي بأن في ليبيا هناك مدينتان يسيطر عليهم داعش بحريتان سرد وذرنا وبالتالي هو ينسح ويزحف والتخوف الاتحاد الأوروبي هو أولا أن يتم تسل الإرهابيين مع المهاجرين السريين وهذا وقع لأنه إذا تذكرنا اعتذاءات باريس وجد بعض الداعشيين أو الإرهابيين الذين شاركوا في ذلك كما أثبتت وطائقهم وهناك نقطة أخرى يمكن تمويل إرهاب داعش من خلال مراقبة الهجرة السرية مثال معبر السفنة التي غرقت في الأسبوع الماضي فيها 500 شخص كل شخص يهاجر بألفين أورو ما معنى هذا؟ مليون يورو فهذا ما يتعلق بالإرهاب فيما يتعلق بالهجرة الاقتصادية؟ هذه لن تختفي هذه في رأيي وهنا أسمحي لأستعمل قليلا حدسي كمؤرخ هذه الهجرة الاقتصادية بدأت منذ 30 سنة منذ منتصف الثمانينات بدأت الهجرة السرية سواء من شرق المتوسط أو من غرب المتوسط ولكن هذه الهجرة بين قوسين هي في فائدة بعض الدول الأوروبية كذلكذه الهجرة الاقتصادية في مرحلة معينة كانت نعم الآن؟ الآن في الوقت الحاضر أوروبا تعيش فائد من اليد العاملة أوروبا اليوم تريد أطر حتى أنها وضعت قوانين تريد مهاجرين بالبطاقة الزرقاء ما معنى؟ القطاعات التي نحن لنا فيها حاجة في اليد العاملة إذن هذه الهجرة الاقتصادية لن تختفي لماذا؟ لأن التخل في إفريقيا لن يختفي والفقر لن يختفي في إفريقيا يوجد أكثر من خمسين بلد ينفترض أن عشرة أو خمسة عشرة بلدا على المستقبل القريب قد تحقق تنمية وتخرج من الفقر لكن بقية البلد لن تخرج من الفقر وبالتالي هذا الفقر بنيوي وهذه الهجرة الاقتصادية ستوفى تستمر كلمتين فيما يتعلق حتى أرد على سؤالك بأطرافه الثلاث فيما يتعلق باللجوء الهجرة السياسية هذه عندما تستقر الأمور وأدن أن الوضع في سوريا والوضع في ليبيا في الوقت الحاضر هي حروب أهلية التاريخ بيّن بأن الحروب الأهلية لا تعمر لعقود الحروب الأهلية قد تنتهي أربع خمس أو حتى عشر سنوات أنا أدن الوضع سيستقر في ليبيا بعد أربع خمس سنوات في ليبيا أقل من عشر سنوات وهنا سنتخلص من هذا اللجوء الذي هو لجوء حرب وسنعود إلى اللجوء السياسي وهذه الأعداد تكون قليلة ويتم ضبطها ولكن في الوقت الحاضر فهذه التيارات الثلاث ستستمر هجرة اقتصادية إرهاب هجرة لأسباب سياسية أستاذ باجوكي أتيت على ذكر بعض الإرهاسات المتعلقة بشبكات التهريب هل نمتلك اليوم معطيات وافرة عن شبكات الإرهاب من يقف وراءها من يسيرها هل هناك دول كذلك وراء هذه الأم أم هي مافيا تتحرك هي تحوم الشكوك حول أن ربما هناك دول كذلك لها علاقة ببعض المافيات أو بعض الميليشيات المسلحة دول مثل من؟ أكيدا بعض الدول الإفريقية ربما أكيد أنه للميليشيات المسلحة وفي ليبيا علاقة مباشرة وتعاون مباشر فيما يتعلق بالمهاجرين أو بالاتجار في البشر والدليل أن كل التقارير تؤكد والمنظمات الدولية تؤكد أن التنسيق يتم عبر مصادر وطرق العبور ويتم نقل المهاجرين بطريقة منظمة وفي كل مرحلة مرحلة أو في كل حدود حدود يتم تسليمهم إلى مافيا أو إلى حلقة أخرى من المافيات حسب المنطقة إذن هناك تواطئ كذلك من سلطة الرسمية هناك أولا ربما من بعض الدول ربما قد يكون نوع من التواطئ هناك مافيا منظمة وليست هي الشيء الجديد المافيات دائما كانت حاضرة في هذا الموضوع بحدة ربما قبل حتى ما يسمى بالربيع التغيير وقبل انطلاق هذه الأزمة أو هذا التدفق الهائل التي أسبابه توجد في البلدان التي بها نزاع أو بها حرب أهلية كسوريا وغيرها كذلك يطرح سؤال وسؤال مشروع سؤال طبيعي وسطاء هذه المافيات في أوروبا يوجدون بعضهم الأموال الطائلة التي تدرها هذه المافيات بعضها يتجول في بعض الدول الأوروبية أو في بعض الجنات الجنات فيطرح السؤال إلى أي حد أوروبا بالخصوص أو الوحدة الأوروبية أو دول الوحدة الأوروبية والغرب بشكل عام غير قادر على ضبط هذه المنافذ وهذه المجاري التي تمر منها هذه الأموال الطائلة ربما لا تريد يبقى السؤال لدى أمواجه إلى هذه الدول هل تريد أم لا تريد هناك سؤال آخر مطروح وخصوصا بعد أن عملت دول الوحدة الأوروبية على إغلاق ما يزيد عن 50 صفحة في مجال التواصل الاجتماعي 50 صفحة ما إغلاقها كلها صفحات للترويج للهجرة السرية ولشرح وإعطاء المعلومات الكافية حول المسالك والمعابر وبعضها كذلك يشير إلى أتمان العبور ومناطق العبور والمناطق التي يجب أن يصل لها كل مهاجر أو كل لاجئ يريد أن ينتقل عبر البوابة الليبية إذن هناك موضوع أعتقد غنيب المعلومات لكي تطرح أسئلة حقيقية بالدرجة الأولى على دول الوحدة الأوروبية وبالتالي على الدول التي يتم منها بداية طريق هذه الوفود الغائلة طيب مصطفى لماذا لم لا تمتلك دول الأوروبية ربما وحدت فكرة في مواجهة أزمة الهجرة لماذا لا تمتلك مشروعا مشتركا بما أنها معنية بويلات هذه الظاهرة نعم هناك صعوبة في بلورة مقاربة مشتركة بين الدول الأوروبية لمعالجة هذه الأزمة هناك مواقف هذه الدول التي رفضت ما يمكن أن نسميه بالكوطة أو التوزيع العادل كان هناك صراعا واضحا بين الدول شرق أوروبا وألمانيا وأيضا إيطاليا وفرنسا وكانت هناك تنقضات أدت وأرغمت هذه الدول الأوروبية إلى التوجه إلى أنقرة في محاولة لسن هذا الاتفاق التاريخي بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة لكن جوهر أنا أريد أن أعود فقط دقيقة إلى علاقة الهجرة بالإرهاب ربما في جنوب المتوسط النخبة أو الطبقة السياسية لا تربط هذين الموضوعين لكن هنا في أوروبا هناك ربط واضح لهذين الظاهرتين فالكل هنا في أوروبا وفي الأوساط الأمنية والأطلسية الأوروبية يتذكرون هذا الفيديو الذي ظهر فيه أحد الناطقين باسم داعش وهدد من ليبيا الدول الاتحاد الأوروبي بأن تنظيم داعش قادر أن يغرق هذه الدول بآلاف إن لم نقل ملايين المهاجرين السريين وعندما ننظر إلى ما يقع حاليا انطلاقا من البوابة الليبية لماذا ما ينطلق من ليبيا لا يمكن أن ينطلق لا من المغرب أو من الجزائر أو من مصر أو من تونس ينطلق فقط من ليبيا لأن ليبيا موجود فيها تنظيم إرهابي يسير الأمور على الأرض أما بالخصوص للعكاسات الأمنية وهي بين قوسين ما يسميها بطريقة أو بأخرى الإرهابية هذه الدول الأوروبية وهي العكاسات الاجتماعية والسياسية لهذه الظاهرة فإغراق هذه الدول من طرف هذه الهجرة الكثيفة له عكاسات على أمنها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لا ننسى أنه بسبب الهجرة كادت اليمين المتطرف أن يصل إلى الحكم في النمسى وهو يهدد حاليا عدة مجتمعات أوروبية بأن يحقق اختراقات سياسية قوية ماذا يعني وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في هذه الدول هذا يعني بأن هذه الدول ستكون لها سياسة أكثر عدوانية تجاه الدول الجنوب المتوسطية وتدخل المنطقة في منطق الحرب وهو الشيء الذي تريده داعش داعش تريد زرع الفتنة وزرع الفوضى وزرع المواجهات العسكرية فهي من ليبيا تستعمل الورقة الهجرة لإدخال الدول الأوروبية في هذا المنطق ما الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للهجرة دكتور؟ في أي ضفة في الضفة الشمالية في الضفة الشمالية نعرف ما تكلفون في الضفة الشمالية رهيبة رهيبة هذه الكلفة أعطي مثال مثلا نتحدث عن ألمانيا أو عن إيطاليا هذه البلدان يعني هناك ثلاثة بلدان معنية أكثر من غيرها هي ألمانيا، إيطاليا، اليونان هذه البلدان يعني يكلفها ذلك الشيء الكثير ولكن قبل ذلك نتوقف عن الميزانية التي صرفها الاتحاد الأوروبي فالاتحاد الأوروبي صرف بين في ميزانية 2014-2020 سبعة ملايير يورو كيف تصرف هذه الميزانية للذي لا يعرف؟ أنا أشرحها من هذا المبلغ في السنة الماضية تم صرف 2400 مليون يورو من هذا المبلغ 560 مليون يورو ذهبت إلى إيطاليا 520 مليون أورو ذهبت إلى إسبانيا 477 مليون أورو ذهبت إلى اليونان هذه المبلغ يجب أن تخصص أولا للجوء لحماية السواحل لعلاج المهاجرين الذين يصلون ولكن هنا الإشكال وهنا الخلل الذي وقع فيه الاتحاد الأوروبي تحدثنا عن اليونان اليونان استقبل مئات الآلاف في السنة الماضية إيطاليا اليوم تم تقريبا إغراقها وسيتم إغراقها لكن إسبانيا إسبانيا التزمت في نظام الحصص بأخذ خلال سنة 2016 16 ألف تعرف كم وصل اليوم إلى إسبانيا من بداية السنة لم يصل إلى 100 وبالتالي هنا إسبانيا لا تستحق هذا المبلغ لأن هناك بلدان أخرى تستحقه ولكن الطريقة التي توزع بها الأموال في الاتحاد الأوروبي هي طريقة فيها الكثير من الارتجال أعود الآن إلى ما يتعلق بإيطاليا عبد الحميد تحدث عن ماري نوسترو هذا المشروع التي كانت إيطاليا من خلاله تحاول أن تراقب السواحد كان يكلف 300 ألف يورو يوميا من الميزانيا الإيطالية ما صرفته ألمانيا أنتقل الآن إلى ألمانيا هذه الاتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا تركيا أخذت ثلاثة ملايير يورو بالإضافة إلى ثلاثة ملايير أوريورو الأخرى المبرمجة أغلبها ذهب من الخزينة الألمانية لأن الألمانيا لها إمكانيات كبيرة جدا إذن هناك هذا الإشكال يعني هذه الأموال الكبيرة التي تصرف ولكن لا تصرف في سبيله أقارن حالة إيطاليا بحالة ألمانيا لأنها معبرة لما انعقدت في نوفمبر الماضي قمة الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي فهذه القمة حاولت من خلالها بلدان الاتحاد الأوروبي أن تقنع بلدان إفريقيا باستقبال المهاجرين الذين يتم مطاردهم مقابل التنمية فوعدتهم أنها ستصرف مليار وثمانمائة مليون يورو فبدأ جمع التبرعات تعرفين كم جمع؟ ثمانية وسبعين مليون يورو هل تنشئ تمنية بهذا؟ ثم ألمانيا هذا البلد الذي صرف كل هذه المبالغ في اتفاقية مع تركيا لأن الهجرة التي تأتي من تركيا عبر طريق البلقان تهم هنا الهجرة التي تأتي من إيطاليا لا تهم صرف ساهم بثلاثة ملايين يورو هل بثلاثة ملايين يورو؟ بالتالي كل بلد يصرف الأموال على أساس أنك أعطيكم أموال ولا تدخلون إلى بيتي اذهبوا إلى بيت جاري طيب ربما أستاذ برشوقي ما لا يأخذ كله لا يترك كله كذلك هناك معنا اليوم في الفلاتو نموذج ناجح لمهاجر كذلك أنت هاجرت ربما بطريقة غير سلة واليوم نحن مثلا نستفيد منك في شؤون الإسبانية نريد أن نرى كذلك للهجرة السرية لهذا الملث بعين المهاجر كيف يرى هذه الهجرة رغم مصاعبها ومخاطرها على كل حال أنا كنت مغتربا لاجئا ولم أكن مهاجرا بمعنى ولكن ذهبت بطريقة سرية طبعا ذهبت بطريقة سرية وتعود بطريقة رسمية لا يمكن أن تغترب بطريقة شرعية لا هو حقيقة إثارة هذا السؤال تعود بنا إلى سؤال آخر هل حقيقة نحن الآن هذا التدفق الذي نتحدث عنه الآن هو التدفق للاجئين أم للمهاجرين هل نحن أمام واجبات الدول في تطبيق اتفاقية جينيف 1951 بحدافرها وكل الاتفاقيات اللاحقة المترطبة عنها ثالثا هل حقيقة هذا التدفق الذي نسميه بالهائل نحو أوروبا هو قد وصل إلى الحدود التي يمكن أن تشتكي منه أوروبا وأن أوروبا الحالية الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تهضمه وأن تتفاعل معه بشكل إيجابي وليس فقط عبر المقاربة الأمنية أخدم بعين الاتبار أن أوروبا كانت مسؤولة وستاهمت في خلق بؤر التوتر والنزاعات التي نعرف الآن هذا الكلام تبسط الكثير من ظلال الشك طبعا شك حقيقي من موقعي كمهاجر سابق كمغترب سابق كذلك يطرح السؤال لماذا هذا التهويل وهذه المبالغة من طرف الدول الأوروبية وهذا الشيء أجمع له هذا الشيء لا أقوله أنا فقط تقوله المنظمات غير الحكومية الأوروبية تقوله أصوات متضامنة أو أصوات واقعية من أوروبا يقوله أجمع له هذا التهويل إذا أخذنا بعين الاتبار أنه فقط في لبنان 27% فصل 8 من سكان لبنان هم لاجئون يعني مليون و 200 ألف لاجئ وصل إلى لبنان يوجد الآن في لبنان في الأردن 9% من سكان الأردن ولكن عدد اللبنانيين في خارج لبنان أكثر من عدد اللبنانيين داخل لبنان نحن نتحدث الآن نحن نتحدث الآن لا نتحدث عن اللبنانيين طيب أوروبا لماذا تهويل؟ تدفق اللاجئين من أماكن النزاع في ظروف مأساوية تمع إلى سؤال لماذا تهويل أوروبا؟ أوروبا تهويل لسببين أولا لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يخص هذا الموضوع هي تريد أن تستفيد دون أن تساهم السبب الثاني أوروبا تعاني فعلا وحقيقة من مشكل اختلافات عميقة ومشروع مهدد وهذا لم أقوله أنا مسؤولين وزراء حكومات أوروبية أصبحت تعبر علنا عن تخوفها من نهاية المشروع الأوروبي بوابة نهاية المشروع الأوروبي تمر عبر اتفاقية شينجين مع اتفاقية شينجين محورية بالنسبة لأوروبا والآن هي معلقة معلقة تقريبا حرية التنقل على الأقل حرية التنقل أصبحت الآن شيء من معلقة طيب مستفى توسى هل أوروبا راضية عن اتفاقها مع تركيا أم أخطأت البابة مرة أخرى؟ يعني صراحة فقط ألمانيا وأنجيلا ميركل هم فقط الذين عبروا عن ارتياحهم ورضاهم على هذه الاتفاقية كانت هناك عدة قوى سياسية ودول سياسية ودول أخرى عبرت عن معارضتها لهذا الاتفاق كون هذا الاتفاق يعطي ثمنا كبيرا لطيب أردوغان لا يستحقه من وجهة نظرهم لأن ذلك يساهم في تقوية السلطوية التي دخل فيها السيد أردوغان وخير ذلك يعني مشروعه بتغيير نظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي واحتكاره محاولة احتكاره للسلطة والمضايقات التي يعاني منها بعض القوى داخل المجتمع التركي سواء تعلق الأمر بالصحافة أو بقوى أخرى إذن هناك يعني إذا أردنا أن نقول أن أوروبا كانت مرغمة بطريقة أو بأخرى للتوقيع على هذا الاتفاق مع تركيا ليس حبا في تركيا ولكن يعني بسبب الضرورة كان عليها بطريقة استعجالية أن تجد حلا لإغلاق بين قوسين البوابة اليونانية عبر تركيا لكن جوهرة أنا أريد أن أرجع إلى كلمة قلتيها هل هناك تهويل أوروبي لظاهرة الهجرة صراحة أنا لا أعتقد أن هناك تهويل لأن أوروبا تتحرك وتتحدث عن الأرقام عندما كانت الهجرة الاعتيادية تحت السيطرة هجرة اقتصادية تحت السيطرة كانت الأرقام تحت السيطرة كانت هناك محاولة إدارة هذه الظاهرة عبر اتفاقات مع بعض الدول عبر دخول في حوار ديبلوماسي وسياسي مع الدول المتوسط لكن الآن هناك قناعة واضحة بأن ليبيا أصبحت ثقبا واسعا تنزف منه وتنزف عبره هذه الهجرة السرية وخير ديع ذلك التفكير حاليا في معالجة الأزمة الليبيا ليس معالجة الهجرة معالجة الأزمة الليبريا لمحاولة قيام هذا السياج الذي يحمي الاتحاد الأوروبي من هذه الهجرة هناك من يفكر حاليا جوهرة بأولا إذا لم تستطع هذه الدول الأوروبية إلى اللجوء إلى تدخل عسكري قوي للقضاء على داعش هناك من يفكر في وضع ليبيا تحت وصاية أممية وذلك الهدف الأساسي محاولة إعادة بناء هذا السياج الذي كان يحمي الاتحاد الأوروبي من هذا التدفق إذن ليس هناك تهويل هناك تخوف من أن أمنى واستقرار المجتمع الأوروبي قد يتعرض لضرابات قوية بسبب هذه الهجرة الكثيفة والمستمرة واللا منقطعة التي أصبحت تأتيه من الضفة الجنوبية من المتوسط إذن هناك خوف كبير وليس هناك تهويل بهذه الكلمة لأسباب سياسوية طيب هل نفهم من هذا الكلام أنه إذا تظافرت الجهود ستعرف ربما مشاكل ليبيا طريقها إلى الحل؟ الحل بيد الليبيين هل ليبيا تناور بهذه الورقة ربما عن غير قصد أو بقصد؟ لا لا هنا لا يجب أن تتحدثي عن ليبيا بصيغة المفرد تحدثي عن ليبيا بصيغة الجمع ليبيا هي فصائل هي أقوام هي تيارات وبالتالي ليس هناك مخاطب واحد ليس هناك دولة مركزية هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى النقطة الثانية أشار الأستاذ وكذلك عبد الحميد إلى نقطة أظن في غاية الأهمية هل هو تهويل أم ليس تهويل أظن يجب أن نتوقف عند الجغرافية البشرية بلد مثل مالطة والآن البلد الثاني المهدد بعد إيطاليا بحكم الجغرافية بعد المهاجرين الذين يأتون من ليبيا هو مالطة مالطة غالية جدا ليست لا ليس قضية غالية القضية الذي يغرق يريد أن يتشبت بأي مكان وبالتالي جزيرة مالطة هي الأقرب بالنسبة له عدد سكان مالطة تعرفين كم؟ 400 ألف هل يمكن أن تسوى بأكثر مالطة؟ لا هذا هو الإشكال مالطة سكانها 400 ألف إذا أضفت لهم 40 ألف مهاجر أو لاجئ يعني 10% من السكان هنا تتغير فيزيولوجية البلد هذا يخيفهم؟ بكل تأكيد سيأكلونهم لا أهدر من ناحية أنتروبولوجية أهدر من ناحية الاقتصادية لا 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 فهمني لا أنا فهمتك فقط للتوضح يعني هنا ضعي 10% من السكان في بلد يعني فيزيولوجيته مختلفة اقتصاده مختلف وبالتالي سيختنق إذا كانت إيطاليا نفسها لا تستطيع أن تستوعب هذا العدد وإيطاليا الآن واضحة إيطاليا تقول يجب عدم التقييد باتفاقية دابلين والتقييد باتفاقية شانجين ما الفرق بينهما؟ اتفاقية شانجين تقول الحدود مفتوحة كل مهاجر وصل إلى أي بلد من بلد الاتحاد الأوروبي له الحرية لتجول في 28 بلد هذه شانجين دابلين ماذا تقول؟ المهاجر يبقى في أول بلد حل به وتضع له بصمة إلكترونية إيطاليا تقول لا أريد أن أعلم دابلين 3 دابلين الأخيرة نعم دابلين 3 دابلين 2 ودابلين 3 لأن دابلين 3 هي نسخ لدابلين 2 دابلين 2 سنة وقعت سنة 2003 هي التي تم نسخها وهي التي وضعت هذه النقطة فماذا يعني هذا؟ أن إيطاليا لن تحترم اتفاقية دابلين وتحترم اتفاقية شانجين لها حدود مع أربعة بلدان فرنسا، سويسرا، ألمانيا، نمسا هذه البلدان هي الفردوس المفقود بالنسبة للمهاجرين وبالتالي أطلقهم إليها وبالتالي إيطاليا تنبه ساعدوني وإلا أطلقهم لأنني لا أستطيع أن أستوعب هذا وما قلتها عن ملطة أقولها عن لنبيدوسا الإيطاليا وبالتالي هناك مشكل كبير جدا أعداد من المهاجرين تصل بأرقام لم يكن أحد يتوقعها ومع الأسف سوف تستمر ليس هناك أنا لست متشائم ولكن لا أرى بأن هذه الإجراء ولا أرى أي أحد إمكانه أن يوقفها حتى ولو غضع مخطط مثل مخطط مارشل لأن مشكل مشكل تخلف ومشكل تنمية في الضفة الأخرى وما لن يحل مشكل التخلف ولن يحل فهذه الإجراء الاقتصادية سوف تستمر طيب ما الحل الدكتور عندما يجتمع العقلاء ماذا يقوله؟ لا أعتقد أولا أنه للتوضيح في موضوع التهويل أنا لا أقول أن هناك تهويل في طبيعة الأزمة ومأساويتها هناك تضخيم للمشكل تضخيم للمشكل وتهويل للمشكل متعمد وبالتالي التركيز كما يقول الدكتور على نقط الوصول لتوضيح خطورة هذه الأعداد الكبيرة على سكان مالطة أو على جزيرة لامبيدوسا التي سكانها لا يتجاوزون ثلاث ألاف فرد وأنا أعرف هذه الجزيرة هذا ليس هو الموضوع الموضوع أن تتحد أوروبا أن توحد سياستها أن تخرج إلى الوجود برنامجا ومشروعا للتعاطي مع هذه المأساة بشكل جدي ومسؤول أن تتحمل مسؤوليتها وكذلك لما أقول التهويل أقول التهويل فيما يتعلق بكون عدد اللاجئين والمهاجرين في إفريقيا وفي شرق أسيا وفي دول أخرى يضاعف ثلاثة أو أربع مرات ما يصل إلى أوروبا وبالتالي لماذا الدول الفقيرة والدول التي تعيش أزمة اقتصادية حقيقية تتحمل مسؤوليتها أكثر من هذه الدول الغنية ولو في شروط أسوأ بكثير إذن هنا يأتي موضوع التهويل هذا من جانب من جانب آخر السياسات الأوروبية معروفة فيما يخص موضوع الهجرة واللاجئين أنها تكلوا بالميكيالين وهذه الحقيقة أقول ليست كل السياسات هناك برامج ومشاريع كانت مهمة مشروع ستوكولم كان مشروعا مهما للتعاطي مع الموضوع لكن فيما يخص السياسات لدى بعض الدول والخصوص والدول القوية في الوحدة الأوروبية تكلوا بميكيالين كيف تكلوا بميكيالين؟ تكلوا بميكيالين لحقيق أو لحماية ذاتها دون التفكير في احترام معايير حقوق الإنسان دون التفكير في مصير اللاجئين والمهاجرين وبالخصوص ركزوا على اللاجئين مثلا اتفاق تركيا الذي دخل حيث تطبيقه 20 أبريل الماضي أولا الاتفاق شامل وواسع وليس فيه أي تدقيق وتفصيل لشروط إعادة اللاجئين السوريين مقابل كل عدد من السوريين يعودون إلى تركيا من اليونان سوري يمر بطريقة نظامية إلى من هم هؤلاء السوريين الذين سيتم إرجاعهم أو طردهم والحقيقة والكلمة الصحية هي الطرد إلى تركيا هل سيطردون السوريين الذين دخلوا إلى اليونان قبل 20 أبريل أو الذين دخلوا بعد 20 أبريل وبالتالي أعمالية التنفيذ ودخول حيث تطبيق الأولى أبرزت أن هناك إشكال في تحديد هذا الموضوع باعتبار أن من دخل قبل 20 أبريل لا يمكن أن يدخل في حيث التنفيذ وتطبيق الاتفاق لأنه كان قبل وليس بعده إذن هناك تهويل حقيقي ورفض حقيقي لدول الوحدة الأوروبية أن تتحمل مسؤوليتها ليس فقط من الجانب الأمني وهو مهم أنا لا أنكر أهمية الجانب الأمني ولكن كذلك من جانب المسؤوليات التاريخية للوحدة الأوروبية ولدول الوحدة الأوروبية في هذا الموضوع طيب الاتحاد الأوروبي مصطفى يفكر في إنعاش اتفاقية شنغن أم يفكر في مرحلة ما بعد شنغن يعني بعد تعرض فرنسا وبلجيكا لاعتداءات إرهابية كبيرة واستعراضية كان هناك ارتفعت أصوات للمطالبة بإعادة النظر في فضاء شنغن وبإعادة إقامة حدود ولو مؤقتة بين الدول الأوروبية لكن لحد الساعة يعني يبقى فضاء شنغن سائر المفعول انطلاقا من الاتفاقيات الأوروبية لكن صراحة أن ما أزعجني في ما سمعته من الضيوف الكرام وهو يتحدثون عن ظاهرة الهجرة وكأننا نعيش في عالم يعني تقليدي كلاسيكي يد عاملة من الجنوب محرومة من كل الحقوق وتصبو إلى تحسين أوضاعها المعيشية تريد أن تهاجر إلى الشمال الغني أنا بالنسبة لي في هذه الآن هي نظرة تقليدية يمكن أن يكون الزمن تجاوزها لأن حالياً العنوان الأساسي الذي يؤطر المقاربة الأوروبية لهذه الهجرة هو عنوان أمني أمني بمفهوم الأمن المحض يعني التهديد الإرهابي وبمفهوم أيضاً الأمن الاجتماعي والاقتصادي ينظرون إلى هذه الموجات التي تأتينا من الشرق ومن ليبيا وكأنها نتيجة مباشرة لأزمات سياسية محلية الأزمة السورية والأزمة العراقية وغياب السلطة المركزية في ليبيا لا ينظرون على أنه تحرك طبيعي لديمغرافي لبعض الأشخاص يفرون من الفقر ويريدون أن يلتحقوا بالجنة الأوروبية كما كان البعض يحلم بالجنة الأمريكية لا هناك تنظيمات إرهابية تحاول أن تستغل هذه الورقة ورقة الهجرة ورقة الزعزع الديمغرافية التي يمكن أن نعيشها عبر الحروب التي تعني في سوريا والحروب الأهلية التي تعيشها في ليبيا وتحاول أن توجه بين قوسين يعني جواب عقابي للاتحاد الأوروبي في عملية شد الحبال الأمن هو الذي يعني سيد الموقف في هذه العلاقة وكل المقاربات التي تبنى حاليا سواء تعلق الأمر بالتحالف مع تركيا أو مع بعض الدول علوانها الأساسي الأمن وحماية التراب الأوروبي من هذه الموجات شكرا جزيلا لك مصطفى كان هذا آخر تدخل لأن حجز القمر الاصطناعي انتهى بالنسبة إلينا تبدو غير موافق تماما على ما تفضل به مصطفى لماذا؟ ما وجه الاختلاف؟ تماما لأن الأخ يضع خلط بين اللجوء وبين الهجرة الاقتصادية عندما نتحدث عن اللاجئ سوري هؤلاء يفرون من الحرب ويفرون من الموت عندما نتحدث عن شخص يفر من الجوع في جنوب إفريقيا في بلدان لن أسميها ولكن أقول أن العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تتوفر فيها مقومات دولة وبلدان فقيرة جدا إذا توقفت عن معدل الدخل الفردي فتجد أرقام كارثية ونحن نلاحظهم هنا في شوارع المغرب كذلك هل يجب دكتور عفوان إذا سمحت لي أن ننظر للهجرة كحق إنساني؟ طيب هنا الجانب الإنساني والجانب القانوني الجانب الإنساني أرض البشر هي لكل البشر ولكن هناك قوانين هناك الدولة الوطنية والدولة الوطنية لها الحق أن تحمي حدودها وبالتالي يجب أن نبتعد من هذه الطوباوية هناك واقع لا يجب أن نجعل من الاتحاد الأوروبي مثابة مشجب كل مشاكل لك أن نعلقها على الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن مآسينا هي المسؤولة عن الفقر في إفريقيا لا لا هذا كلام يعني غير واقعي ولكن لها ييد الطولة في بعض المآسي في الوطن العربي كذلك بعد المساهمة حتى ليس في الوطن العربي وحتى في إفريقيا هي بلدان مستعمرة سابقا والاستعمار لازلت له تابعات ولكن اليوم نتحدث عن واقع آخر وبالتالي لا يجب أن نحمل هذه البلدان مسؤولية ولا يجب أن نخلط بين الهجرة الاقتصادية وأقول أنها ستستمر لأن الفقر سيستمر فهذا واقع لا يجب أن ننساه أبدا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة أريد أن أتوقف عند نقطة لم تتم الإشارة إليها فيما يتعلق باتفاقية التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا هي فيها الكثير من ضبابية هذه الاتفاقية لا تتحدث عن الهجرة الاقتصادية هي تتحدث عن اللجوء سيعد الحميد توقف عند بعض المظاهر أن أريد أن أتوقف عند مصطلح قانوني في غاية الأهمية وألمانيا ألحت عليه أدرجته في الاتفاقية وأدرجته حتى في قانونها التي غيرته مؤخرا حول قانون اللجوء هي بلدان آمنة ماذا تعني بلدان آمنة؟ أن القانون الدولي يعطي للشخص الذي ينتمي إلى بلد آمن لا يعطيه حق اللجوء وبالتالي يعطي إلى بلده ولكن المشكلة أن هؤلاء سوريين لماذا تعيدهم إلى تركيا؟ وإذا توقفنا عند هذه الاتفاقية هناك جملة ذكية جدا الناس لم ينتبهوا إليها تقول بأنه محاولة إيجاد نقطة آمنة في سوريا وهل هذا ممكن؟ وبالتالي أظن بأن هذه الاتفاقية جعلت تركيا تتحكم في الاتحاد الأوروبي أظن بأن تركيا اليوم هي من القوة في أوروبا بشكل لم تعرفه منذ عهد سليمان القانوني طيب هل من سبيل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين دكتور؟ من الموت على الأقل الغرق للأسف هناك مجهودات مهمة لما قلت سابقا عملية تريتول الآن لازلت تشتغل ويتم انتشال العديد من الضحايا في عرض البحر لكن المئات يموتون والمئات يموتون لكن للأسف أنا لست متفائلا عن أن تخف حدة هذه الحملة الآن ولا عن نتائج ملموسى في التعاطي الإيجابي مع هذا الموضوع لكن للتدقيق للتدقيق هو حقيقة ما قيل سابقا لا يمكن أن نحول أوروبا إلى ميشجر لكن لا يمكن أن نحول إفريقيا والدول الفقيرة إلى ميشجب منها يأتي الفقر منها يأتي الجوع منها يأتي اللاجئين منها يأتون المهاجئين هذا كذلك حيف حق هذه الدول وهذا الحيف طبيعي لأن الدول القوية لحد الآن لم تتعامل بمنطق ندي واحترام والبحث عن حلول حقيقية وفي هذا السياق بقي دقيق الحل يجب أن تتحمل هذه الدول مسؤوليتها أن تفتح قنوات للحوار مع الدول على الأقل دول الأمنة والدول التي قادرة أن تدخل في شراكة حقيقية أن يتم ربط هذا الموضوع موضوع الهجرة وموضوع اللاجئين بالتنمية وبالجوار العودة إلى اتفاقيات ربما اتفاقية دبلين كذلك تشير إلى هذا الموضوع سحي أؤكد أنه يجب العودة إلى هذا الموضوع فلا يمكن أن تتحول إلى مجد أوروبا يجب أن تتحمل مسؤوليتها آجلا أو عاجلا شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام على كل ما تفضلتم به شكرا لكم مشاهدين على التواصل والتفاعل معنا نلقاكم بإذن الله أسبوع شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة